السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ معلِّم الناس الخير اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الحقيقة قراءة الشيخ سعد قراءة متميزة والشأن لمن يستمع قراءة القارئ أن يتدبرها وأن يرى فيها من العِظة والعِبرة ما يهديه أو تهديه سواء السبيل وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يستمعون القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم درس الليلة حقيقة ينبغي أن يُبنى على ما سبق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان لكن استمعت معكم إلى آيةٍ من سورةٍ أو آخر آية من سورة الكهف وهي قوله تعالى قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّا أقف عند هذا المقطع قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّا سأُلْقِ الضوء باختصارٍ حول هذا المقطع من الآية لكي نستفيد شيئًا ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه فقرة من حلقة الليلة الفقرة الثانية هي بناءٌ على ما مضى الجانب النظري من حياة رسول الله في رمضان النقطة الثالثة هي ما يتعلَّق بفقه الواقع لقد سمعتُ أكثر من مرة هنا ما يريدُ أن يرجع بالمرأة إلى القرون الأولى إلى الكهف فيقول إن صوت المرأة عورة اليوم سمعتُ هذا الكلام إن صوت المرأة عورة إن المرأة لا ينبغي أن تُستشار ولا يُؤخذ لها رأي إن المرأة ينبغي أن تجلس في البيت لأن الرسول هكذا يقول لا تُعَلِّمُهُنَّ الكتابة وَأَسْكِنُهُنَّ الغُرَفْ وَأَعَلِّمُهُنَّ الْمِغْزَلِ هذا تهريك فلا تحضر اجتماعات ولا يُؤخذ لها رأي وهذا تشويهٌ لمنزلة المرأة في الإسلام وسأُعلِّق على هذه النقطة ما وجدتُ لذلك سبيل لكن أعود إلى النقطة الأولى وهي قول الحق تبارك وتعالى قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّا هذه الآية الكريمة بكل بساطة جعلت للرسول عليه الصلاة والسلام جانبي جانب يتعلَّق بالبشرية هو بشرٌ مثلك جانبٌ يتعلَّق بالبشرية أذي واحد وجانبٌ آخر يتعلَّق بالنبوة والرسالة بعض الناس يُركِّزون على جانب البشرية على الرسول ويرون أن الرسول بشر فهو يُخطِئ ويُصيب ولا ينظرون إلى قوله تعالى يُوحَى إِلَيَّا فهناك جانبان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجانب الأول بشرية رسول الله فهو يأكل ويشرب مثل أي بشر ويمشي في الأسواق مثل أي بشر ويغضب مثل أي بشر ويُنسَّى مثل أي بشر ولنأخذ نماذج من ذلك ما أقوله أحاديث صحيحة مئة في المئة وأنا بريء من أي حديث ضعيف أستشهد به اللهم إلا إذا بيَّنتم نأخذ حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر حديث كده أو أول النص كده أول النص إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي واسمعوا جيدا إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي بتختلفوا مع بعض بتقولي إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هو قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها هذا حديث أولاً بيدلئ على أن الرسول بشر من الممكن أن يأتيه الخصمان وكل منهما يدعي حقاً في شيء معين هذا خصم يقول يا رسول هذا تبعي أنا معي هذا لي والتنول هذا لي فيتنازعان فيحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحدهما باعتبار البشرية فيقول إيه إنما أنا بشر مثل وإنكم تقتصمون إلي فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع أو أقطع له قطعة من النار فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة فليأخذها أو ليتركها فيه اتنين جمل الرسول عليه الصلاة وسلام يختصمان في أرض كانت لهما داي ألد أرضي وداي ألد أرضي وكانت الأدلة قد اندرست ما فيش أوراق تثبت ولا فيش هود يثبتهم ولا في حد يقول دا الأرض دا بتاع فلان أو بتاع فلان فاختلفوا فقضى النبي عليه الصلاة والسلام لأحدهما بتلك الأرض فأدرك الطرف الآخر أو الطرف الذي حكم له بتلك الأرض بعدما رسوله ألف فإنما أنا أقطع له قطعة من النار فليأخذ أو ليدعى بكى وقال يا رسول الله هذه الأرض ليست أرضي اعطيها لصاحبي هذه جانب بشرية من بشريات الرسول عليه الصلاة والسلام نمر اثنين حديث آخر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وانتبهوا جيدا أقوله كده أو فيه روايات كثيرة اللهم إن محمدا بشر يغضب كما يغضب البشر اللهم هذا حديث في مسلم اللهم إن محمدا بشر يغضب كما يغضب البشر الرسول يغضب فأيما عبد من عبادك وفي رواية فأيما عبد دعوت عليه بدعوة هو ليس لها بأهل يعني يا رب لو أنا غضبت من واحد ودعوت عليه دعوة وهو ما يستحقها شيء بتعبيرنا العمي اللهم إن محمدا بشر يغضب كما يغضب البشر وفي رواية يأسف كما يأسف البشر فأيما عبد دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل فاجعلها له زكاة وقربة وطهرة تقربه بها إليك يوم القيابة سبحان الله يعني يا رب لو أنا دعوت على واحد بدعوة ما يستحقها شيء اجعل الدعوة دية في ميزان حسناتك ترفعه بها درجة وتقربه بها إليك هذا كان البشر ولذلك مرة سيدنا معاوية بن أبي سفيان انتم عارفين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أبو سفيان كان شحيح عنده فلوس لكن ما سيكاوي مش عاوز يصرف على الزوجة ولا على الأولاد له أبو سفيان نفسه فجاءت هند مزقته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بتقول له يا رسول الله إن أيها النساء تعلمنا يا رسول هند امرأة أبي سفيان يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح شحيح يعني معناها غني لكن ما عرفش يتفسرها بإيه راجل شاوي لكن محبك زيادة عن الله لا يعطيني ما يكفيني وولدي هات يا أبا سفيان نجيب كيسه للعيال ما معيش فلوس روح يصرفي يا فرح شكك للرسول عليه الصلاة والسلام فقال لها رسول الله يا باقي تستأزنه إن هي تاخذ من وراه فلوس ولا لا زي ما بنمسيه للنهاردة السنة فيها كل حاجة إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي منه ما يكفيك وولديك بالمعروف يعني خذ بالأطارة خذ ما تخديش بقى لشان تجيب المحمر والمشمر وتبقى لا لا خذي بالحناية كده هذا أبا سفيان معاوية بقى كان زيه ما هو ابن الوزة عوام ما هو يعني هيجيب منين معاوية نفس الحال ولذلك لما جت فاطمة بن تقيس رضي الله تعالى عنها زوجها طلق بالتلاتة فتقدم إليها معاوية ابن أبي سفيان يتزوجها وتقدم إليها أبو الجهم التي تقدموا يخطبوها فقالت تستشير الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت له يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهم خطباني خطباني أخطر مين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ولي من لا ولي له كان ولي من لا ولي له فذهبت إليه إن أبا سفيان إن معاوية وأبا الجهم خطباني أخطر مين قال له بقول لك أنا مؤتمن أنا ناصح أمين أما معاوية ده نص الحديث وهو صحيح فصعلو كل مال له يعني مش حيديك الفلوس أنت عوزاه هو بالنسبة لك بالنسبة لك لا يساوي شيء أنت بسم الله ما شاء الله يعني إيه ورستقراطية معاك فلوس ولذلك لما لما جزها توفي الرسول لم يفرض لها لا نفقة لأنه مش محتاجة ولم يفرض لها سكن لأنه كان عندها أصر فلها إن أبا إن معاوية صعلو كل مال له وأما أبو الجهم ده فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه ما بنزلش العصاية عن كتفه يعني توقع إنه حيضربك أو توقع إنه هو مش هيقعد في البيت أنت حرة الشاهد من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سيدنا أبا هريرة إلى معاوية قاله يا أبا هريرة قل لمعاوية يكلمني إحنا بنتكلم على إن رسول قال إيه اللهم أيما عبد دعوت عليه بدعوة هو ليس لها بئة فاجعلها له زكاة وطهرة وقربة تقربه بها إليك فأبو هريرة قال له تعال يا معاوية يكلم الرسول الرسول عاوزك قال له طب استنى أنا باكل أنا باكل ما أكل أروح له الرسول قال له روحي انتهله ناديه راح تريد مر تعال يكلم الرسول قال له حاضر ما أكل تلت مرة فالرسول قال إيه بقى لا أشبع الله بطنة لا أشبع الله بطنة طبعا هذه كانت ماء مكفأة المعاوية رضي الله هي كانت أصبحت زكاة وقربة وطهرة حتى إن العلماء قالوا هذه الجملة الدعائية لمعاوية رضي الله عنه إشارة إلى أنه سيدخل الجنة ويأكل منها حتى لا يشبع فأدي معنى اللهم إن محمدا بشر يغضب كما يغضب البشر أدي اثنين يبقى الغضب أدي واحد إحنا قلنا بكده إيه إن محمدا إيه إنكم تختصمون إليه قد يحكم بالظاهر مع إن الحقيقة غير كده ثلاثة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر وإنني أنسى كما تنسونا أنا بأنسى زيكم إنما أنا بشر وإنني أنسى يعتلوا أنسى لا واحد منكم يجي يقول أنا أنسيت الآية الفلانية غلط غلط لا يقل أحدكم قال صوت لا يقل أحدكم إني نسيت آية كذا وكذا شوفوا الأدب في الكلمة شوفوا الأدب في الكلمة ما لأقول إيه قال قل أنسيت أنسيت آية كذا وكذا أنسيت إشارة على أن أنت ما تعمدت الشي النسيان بل فيه قوة أكبر منك هي اللي إيه يقولن أحدكم إني نسيت أي كذا وكذا ولكن يقول أنسيت فالرسول يقول إيه اللهم إنني بشر إنما أنا بشر أنسى أنسى مش أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني صلى الله عليه وسلم إذن هناك جانب من البشرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على البشر المرض الرسول لما الشاه المسموم مرض حتى إنه مات بها صلى الله عليه وسلم ينسى ولذلك كان بيصلي مرة في بعض الروايات صلاة العصر فسلم من ركعتين سلم من ركعتين طبعا وراه الصحابة فسيدنا أبو يدين يقول له يا رسول الله أنا أنا سيت ولا الصلاة قصرت أنا سيت أم قصرت الصلاة لأن صلى ركعتين ويسلم المهروض يصلى أربعة فالرسول نسي وسلم من التشاهد فقال له هو طبعا وليس ذو يدين لوحد ورا الرسول ده فيه جماعة فبصرهم كده عشان لينسى منكم حاجة يتعلم من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فقه كده أحقا أحقا ما قال ذو اليدين الكلام لأله صحيح قال نعم يا رسول الله فقال أما إني لم أنسى ولكن أما إن قال لا هذا ولا ذاك لنسيت ولا قصرة الصلاة قال يا رسول الله أنت صليت ركعتين سلمت من ركعتين قال يالله هاتوا ركعتين قموا شوف كون الرسول يتكلم ويسأل وبعد يبني على الركعتين اللي هو فاتته ويصليهم ويزجل سجداته السلام إذن ولذلك لما جئنا قسمنا أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن بنتكلم عنها قسمنا أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام اللي أنا كلمت عنها مبارح قلت في أفعال يفعلها الرسول على سبيل التشريع يصل أربع ركعات بصل أربع ركعات يصل ثلاث ركعات يصل ثلاث ركعات يبقى في أفعال صادرة من الرسول على سبيل التشريع ده يجب عليه يعملها في أفعال صدر من الرسول على سبيل العادة 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 ديت يعني أمر بيشترك فيه ناس كلها جاع جاع يأكل عطش يشرب مرض يعني يظهر عليه علامات المرض أمر طبيعي أراد أن يقضي حاجته يقضح نقض وهكذا إذن فيه جانب نسميه الأفعال الجبلية الأفعال الطبيعية اللي يشترك فيها جميع الخلق أنا بقى لما أجي عاوز أخذ ثواب على العمل ده اللي هي الأفعال العادية يبقى أقصد التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني مثلا الرسول كان بيحب الدباء كمثال الرسول كان بيحب الدباء الدباء اللي هو الأرعي اللي أنا الكلمة عنه كان بيحبه طب أنا لو حبيت الدباء عشان الرسول بيحبه أخذ ثواب فالنية عندنا بتحول العادة إلى عبادة النية بتحول العادة إلى عبادة الأكل الشرب الزواج واحد متزوج متزوج علشان يعف نفسه عن الحرام مثلا وينجب أو ينتج أو يخلف ولد صالح النية دي تيثاب عليها فرق ما بين واحد بيتجاوز عشان كده وفرق ما بين واحد بيتجاوز عشان يتمتع بالنساء يبقى النية بتحول العادة إلى إيه؟ إلى عبادة واحد بيتجاوز عشان يبقى فتوى ولو أي واحد قبله يضربه ويغلبه وفيه فرق ما بين واحد يأكل لكي يتقوى على الطاعة وعلى العبادة وعلى السعي على المعاش شوف النية بتحول إيه؟ يبقى النية بتحول العادة إلى إيه؟ إلى عبادة ولذلك أحمد بن حنبل يقول إيه؟ أحب لكل من عمل عملاً أن تصحبه النية يبقى أنا باكل لأتقوى على العبادة أنا بسعى على المعاش عشان أكفي أولادي ما يبقوش فقراء إلى آخر والنية شوف إذا كانت النية تحول العادة إلى عبادة من الممكن النية تحول الشوف الطاعة إلى معصية النية بتحول الطاعة إلى إيه؟ لو أنت حضرتك صليت رياءً وسمعاً الصلع طاعة حولتها لإيه؟ إلى معصية يبقى النية تحول العادة إلى العادة إلى إيه؟ وتحول الطاعة إلى واحد بإنفق بالفضل عشان فلان جواد كريم يقوله تفضل يوم والإيامة بقى روح اللي انت عملت عشان خطره خد منه الأجر والثواب فالنية تحول العبادة الطاعة إلى معصية ولا تحول المعصية إلى طاعة أبدا ولا تحول المعصية إلى طاعة أبدا زي إيه واحدة بترقص في الليلة بتأخذ لها مثلا عشر تلف دولار تيجي تقولك والله أنا هتصدق بثلاث تلف دولار أكفر بهم يتامة وفطر بهم الصائمين مثلا لا ينفعش لا يتقرب إلى الله بإيه بمعصية إذن النية يتحول العبادة إلى عبادة وتحول الطاعة إلى معصية ولا تحول المعصية إلى إيه ولا تحول المعصية إذن هناك جانب من البشرية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل النسيان بس ينسى في الأمور انهيه مش في الأمور التبليغية لا وكذلك المرض مرة في صحيح البخاري ما احنا بناخد درس أنا قلت دلوقتي الرسول قال إنه ما جعل الإمام اللي أتم به الرسول راكب فرسا راكب فرسا فجوحش ويع من الفرس ويع من فوق الفرس وقع من فوق الفرس فجوحش شقوه الأيمن جنبه اليمين انجرح أو بيسموها يعني جاته ردود في جنبه اليمين حملوا شلوا إلى بيت السيدة عائشة رضي الله ليمرض عندها الصحابة عرفهم صحابة أكتر جدا وبيت عائشة يدوبك متر في متر ما تنظرواش للشغل اللي انتم وعاديين فيها عشرة في عشرة ووضة نوم كام القوض كانت صغيرة فدخل للرسول في بيت عائشة وهو مرضود الجانب شق الأيمن كما في البخاري فعود يصلي العاصر لا يستطيع أحد أن يتقدم بين أي ده رسول لا يصلي إمام بالناس فصلى الرسول جالسا مش قادر يقف وخالي بانكو ده في أوضة أو قدام الأوضة أو أمام المسجد الصحابة وراء بس اكتر رحيم بقى عاجين يتطمنوا على صحة الرسول فصلى بعضهم جالسا لأن الرسول صلى إيه جالس والبعض منهم يا إمام الشاي في الجلوس أو تصور فصلى قائما أصبح المسلمين بعضهم جالس فالرسول قال إيه إدانا حكم الشرع على طول يا من تدعون إلى التفرق يا من تدعون علشان الهلال نختلف علشان صوت المرأة نختلف خلاص الناس طلعت الأمر وإحنا عملين نتكلم في فسافس الأمور وسفاسي في الأمور فأمدهم قعدة عشان اجتماع الكلمة قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قام فقم وإذا سجد وإذا صلى صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعهم عشان تتوحد لإيه عشان تتوحد الكلمة توحد المسلمين التفتت التفتت اللي إحنا عايشينه يندله الجبين هل نجري وراء صوت المرأة ووراء الغنى حلل ولا حرام وعملين ننخر في عظام الأمة الإسلامية ونبحث عن الأمور التي تفرقها ولا تجمعها هذا أمر مهزلة انتهى عهد النوم يا خديجة فوقوا إلى أنفسكم أنت الآن عالة في كل شيء أنت الآن عالة في كل شيء الكاميرا التي تصورك الآن لم تصنعها أنت الساعة التي في معصمك لم تصنعها أنت الميكروفون الذي أتكلم فيه لم أصنعه أنا أين المسلمون أين المسلمون هذا التخلف مشين وسيحاسبكم ربكم عليه يوم القيامة نحن أمة مسلمة منتجة وكما قلت في أول لقاء ليس هناك دين يحث أتباعه على العلم أكثر من دين الإسلام وإنتوا عارفين أو حفظين كويس أوي بس أنهم ينطبقوا شيء أول آية نزلت في القرآن هي إيه؟ هذا اقرأ الوسيلة الأولى من وسائل التعليم التقدم العلمي والتقدم التكنولوجي لزاماً على كل مسلم أن يلحق بركب الحضارة كان لنا شيخ رحمة الله عليه كان يقول ونحن طلاب والله لو أن الغرب والشرق أخذوا منا كل شيء لرجعنا عراتاً كما خلقنا ربنا فالنعل الذي نلبسه من إيطاليا والساعة التي نلبسها من اليابان والجلباب الذي نلبسه من الصين بل والمسباحة التي نسبح بها من الصين ماذا بقي لنا؟ لماذا هذا؟ يعني ونأتي نختلف بقى القلبية طويلة القلبية صيّرة المسباحة بدعة صوت المرأة عورة المرأة ما تحضرشي الاجتماع المرأة ما تستشارشي وأنتم مسؤولون أمام الله يوم القيامة الإسلام أكبر من ذلك بكثير الإسلام يترنح الآن أهله يقتلون ونحن نتكلم عن فسافس الأمور أو سفاسف الأمور قديماً أو كان أشيخنا قديماً حين تقدم إليه أحد الناس يسأله ونحن في محاضرة عامة قال يا شيخ حكم اللحيئي حكم العدب إيه فغضب الشيخ رحمة الله عليه وقال إجلس أقسم بالله أنكم لن تكونوا يوماً من الأيام دعاةً لرفعة الإسلام مثلكم كمثل الطبيب الذي جاءه المريض يعاني من ألم الأظفر وهو يعاني في نفس الوقت من الذبحة الصدرية فينشغل بألم الأظفر ويترك الذبحة الصدرية حتى تقضي على الرجل هذا هو حالنا الآن هذا هو حالنا الآن متى نفيق؟ متى ندرك قيمة العلم في الإسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا في حديث مهم جداً لما سيدنا عبد الله بن مسعود بن سال وقال لي يا أفضل الأعمال إيه؟ في النهاية تعرف قال له إيه؟ قال تعين صانعاً تعين صانعاً أو تصنع لأخرق والله قبل أن تعرف أوروبا هذا الكلام قبل أن تعرف أمريكا أنها تعطيك من البنك أموالاً لتبني بها بيتاً أم أموالاً لتتزوج وهكذا يقول رسولي يقول لي إيه؟ يا سيدي أعن صانعاً أنت معك فلوس وهو عنده حرفة ادي له فلوس لكي يستعين بالفلوس دي على الحرفة بتاعتك طيب من معكش فلوس وعندك حرفة علمه علمه تعين صانعاً تعين صانعاً أو تصنع إيه؟ زي من النهاردة المثل يقول لك إيه؟ لا تعطني سمكة بل علمني كيف إيه؟ كيف أصاد تلك السمكة هل نحن نفعل ذلك اليوم؟ نحن نبكي على أنفسنا بأنفسنا معذرة إن كنت قد أطلت في هذه الكلمة لكن كما قلت لكل مقام مقال إذن الرسول له جانبان جانب بشرية وهذا الجانب حين يصدر من الرسول عليه الصلاة والسلام ففي تشريع فأنا مثلاً يوم ما أنسأ وأنا بصلي وصليت الظهر ركعتين طيب كيف أتصرف؟ أتصرف من خلال إيه؟ الفعل اللي فعله مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيه بقى جانب الوحي جانب النبوة جانب الرسالة هذا شق يغفله بعض المديين ويرون أن الرسول مجرد بشر لا بشر يوحى إليه هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نسأل الله ربنا أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يرزقني وإياكم الصدق في كل كلمة نقولها والإخلاص في كل عمل نؤديه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله